خليجي اليوم الهوى مع زير الزغول أبو الزوز يعني نوع شكل ما هذا؟ إصاد صباحكم جميعا وإن شاء الله يرب تكونوا مناح وبخير وبصحة وأسبوعكم يكون لطيف واليوم إحنا عنا موضوع يخص الشارع الأردني ندوش اختارتنا إياه وصراحة يعني أنا استمتعت وأنا بقرأ هذا الموضوع موضوع يخص الأردنيين والأردنيات وأكثر السلع مبيعا أو المنتجات الأكثر مبيعا في الشارع الأردني شوفوا إحنا يعني على شوفنا ما هي أكثر المنتجات أو المنتجات الأكثر مبيعا بالألفين واثنين وعشرين هلأ ما بنعرف المصداقية بس يعني متخيل أن it makes sense مية بالمية نحكيهم بشكل سريع رهوف طبعا بعدين محضرت لك مجموعة من الأشياء اللي الناس بطلبوها أونلاين غريبة إسمائي أنتي بتعرفي مبارح قعد أفكر أنتي ملاحظة بعد كورونا كيف كل شكل الحياة موضوع التسوق تغير إسمائي أنا مبارح قعدة بالبيت ما تحركت من البيت طلبت كل شيء كله إنتي قاعدة عكا نبايتك لمستوى إيش أقولك مثلا بوضة آآ آآ شيء سخيء يعني واحد طب حرك حالك وقوم مثلا قوم تحرك يعني هاي صراحة هو سلاح ذو حد دير طبعا ماشي فيه نوع من الراحة بس بنفس الوقت مش عم نتحرك من أماكننا طيب رهوف أكثر المنتجات مبيعا في الأردن أونلاين الملابس الملابس طبعا تجارة الملابس حققت أرباح ضخمة في الأردن تنين وأنا انبسطت كتير بهذا الخبر أنا كتير كتير الكتب يعني تخيلوا بقولوا أنه من أكثر المنتجات مبيعا في الأردن حيث يوجد الكثير من محبي القراءة والثقافة وبتم الترويج للكتب إلكترونيا فالناس مقبلة جدا بعمل 2022 على شراءة الكتب بلغات متعددة أيضا الزيوت التجميلية آه طبعا طبعا هذا كل فيسبوك هذا كل فيسبوك اللي بشري وحطي رهوف سؤالي هلأ أنت شعرك كيرلي زي هيدا الكيرل كيف يعني يعني أنت هذا شعرك آه هات شعري بالله يحط لنا شو سمتهاها بعد رحلة عذاب استمرت أكثر من سبع سنين عم بيرجع شعري بس كتير حلو حبيبة قلبي عيونك شو يو بعرف أنا هاد لي ببحث هاد هو شخصيتي كتير بشبه شخصية تراهف شعر الكيرلي كتير بشبه شخصية تراهف على سيرة الزيوت التجميلية كتير بشبه رهوفة طيب شو كمان الهواتف المحمولة طبعا كلنا منعرف أنه أصبحت الهواتف المحمولة والذكية تحديدا جزء لا يتجزأ من حياتنا ومن يومنا تعتبر تجارة بيع الهواتف المحمولة من أكثر التجارات المربحة لأنه إحنا كمان منغير كتير وبعدين بتلاحظي أنه بيكون في موظف حتى لو راتبه يعني ممكن يكون حامل تليفون قد راتبه بس التليفون مهم واللي عنده ثلاثة أربعة هيك بصفهم جمباعة طبعا جمباعة كمان الهدايا التذكارية أيضا من أكثر الأشياء مبيعا أونلاين في الأردن ألعاب الفيديو وفي شغلة كتير حبيتها الدورات التعليمية عبر الإنترنت أنا بحترم الشخص اللي بيطور حاله لحاله بصرف على تطوير نفسه بالظبط واللي بيكون قاعد يعني مثلا مزبوط هو بشغله وعنده كارير باث أو عنده مسار عملي ناجح بس بنفس الوقت بقولك بتأخد دورة بدي أعبي وقتي بإشي مفيد ببحترمهم ترفع لهم القبعة ومبسوطة أنه الدورات التعليمية عبر الإنترنت يعني إجت من أكثر المنتجات مبيعا نحن عم نحكي عن عشر منتجات ما عم نحكي عن عدد هائل عندكم العطور وعندكم السيارات أكيد وعندكم مستحضرات التجميل شو كمان رهف؟ منتجات تخفيف الوزن للتكميم هدول اللي على إنستجرام منتجات تخفيف الوزن فيه أعداد هائلة من الناس تطلب هاي المنتجات أيضا فيتامينات كمال الأجسام برضو عم منلاحظ أنه فيه أصلا فيه توجه كتير كبير نحو ثقافة الرياضة فيها الأردن عم نشوف نوادي رياضية عديدة أشخاص كتير صارت رياضة جزء من حياتهم فالفايتامينز اللي بتخص موضوع كمال الأجسام من ضمن التوب تن للمنتجات الأكثر مبيعا فيها الأردن بالجزء الأول حكينا عن المنتجات الأكثر مبيعا فيها الأردن خلال عام 2022 وكان فيه يعني صراحة منتجات صادمة مثل الكتب إحنا نبسطنا كتير إنه فيه إقبال على الكتب كان فيه أمور واضحة ومعروفة لأنه إحنا بنعرف إحنا كمان يعني من نهاية من الشارع الأردني فاللي إحنا بنشتريم نعرف إنه الكل بيكون مقبل عليه مقبل عليه مقبلين شوفوا يا جماعة مبارح وإحنا عم نحضر اكتشفنا بعض المنتجات تباع أونلاين غريبة نوعا ما مثلا شوف يرهوف إيش؟ شو قليني The no phone شو يعني The no phone؟ يعني إذا أنت شخص مدمن على الهاتف الذكي الخاص فيك أوكي أوكي هاي عادة سيئة إذا أنت أول ما تصحى من النوم بتفتح على social media accounts وتأفر بتصير تقلب أو بتفتح على واتس أب وكذا هاي عادة سيئة فيه إشي اسمه أول هاتف ذكي كاذب في العالم شو يعني رهوف؟ يعني هو ما فيه لا شاشة ولا كاميرا ولا موسيقى ولا أي عنصر من عناصر الهاتف هو حرفيا مجرد آلة على شكل هاتف ذكي بدون أي وظيفة رقمية على الإطلاق فبايسيكلي أوكي مرة شفت شخص دكتور هو شفته بمكان ماسك سيجارة أه ولسا جاي يقولك زالي بدو يترك الدخان مش ضاوية طافية بس ماسكها هو يعني أتحدث أنا وياه كذا بعدين ما ضواها فأنا استوقفني الموضوع بتقوله دكتور شو الفكرة قال لي نادي الدخان هابت عادة عادة قال لي فأنا ماسك السيجارة وبس ماسكها عشان شوفي مخي الإنسان شوفي مخي البني آدم لأنه انتي سايكولوجيكلي وهذا ينطبق على الأرقيل والدخان وإلى آخرين أنه انتي لازم يكون فيه إشي مثلا دخ سيجارة واتفر هكذا هو الحال بالنسبة للهواتف الذكية شعورك أنه انت ماسك إشي بشبه التليفون بس هو مش تليفون يعني هذا النو فون إذا أنت بتحطه جنبك مثلا أنه أنت نايم بتصحه الصبح بتمسكه وفي رش إشي بس خلص أنا مسكته مسكته للتليفون كسرت العادة كسرت العادة فإشي اسمه ذا نو فون موجود أونلاي بتعرفوا إشي كتير مميزي بتعرفي هذي كل مرة قرأت مقال وعن جد طبقتها على حالي بتعرفوا كيف أنتو فيه أوقات هلا أنا من الناس اللي لا أعتبر مدمنة على الهواتف الذكية أنا عادي أترك تليفوني ساعتين ما عندي مشكلة بالموضوع ومش لازم كل شي يعني أول بأول يعني عادي عندي هاي القدرة قرأت مقال بتقول أنه ما بتصدقوا أدي الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي هلا إحنا جزء من إدماننا هو مش بس عشان أنت تفتح واتس أبو أنت عشان شوف إنستجرام وفيسبوك وشو عم بيصير بالناس بستنزف طاقتك بشكل كتير كبير يعني أنت ممكن تكوني قاعدة ببيتك مبسوطة أنت يعني ساتسفايد راضية بالقعدة اللي أنت قاعدت أنا عم تحضر لتلفزيون ومتاكلي أكلة لذيذة وكذا وكذا بتفتح الإنستجرام بتشوفي واحدة مسافرة أنت بتشعري أنك بديك تلعني واقعك نعم طبعاً فما بتسدقوا أدي كمية مرات المراقبة وقدي إحنا عم منشوف بعد وعم منشوف أشياء لسه يعني مش بس صاحبتك شو عملت عم بتشوفي البلوجر الفلانية شو عملت وفلانة شو عملت وهديك شو أكلت وهديك شو شترت وجوز فحالة من الإرهاق والاستنزاف الدائم فلازم تحطوا حدي يعني لازم تقرروا أنه أنا يا عمي في وقت كواليتي تايم قاعدة مع صاحبتي ما بدي أمسك تليفوني قاعدة مع جوزي ما بدي أمسك تليفوني بدي أركز معه بدي أسمعه مش الحكي كله شوفت فلانة شو عملت وهاديك شو صوت رهوا في مرة سمعت حادثة عن الفنان محمد حمائي لما إجا على الأردن فعزموه جماعة على العشا أوكي فأول ما أعدوا قالهم لو سمحتوا أنا في عندي طلب لكل شخص حبيب يقعد على هاي الطاولة قالوا له شو؟ ضب التليفون حطوا سايلنت وإعملوا هيك قال ما في حدا يمسك موبايله لمدة ساعتين ثلاث ساعات قد ما كانت مدة العشا إحنا قاعدين مع بعض نتحدث وهذا ما حدث وكانت بقولك قاعدة من أجمل ما يكون لأنه إحنا مرات منلتهي بأشياء تافها المشكلة بتكون موجودة على الموبايل مننسى نوفق اللحظة بذاكرتنا بنحاول نوفقها بصورة وإذا تفرمت الموبايل وراحت الصورة راحت اللحظة لا طبعا أكيد لا شو كمان؟ شو في رهوفة قال في سيرفوس تقدم أونلاين شخص يقف الطابور لأجلك بدالها شخص يقف الطابور لأجلك هذا وين؟ ما بدري أكيد مش عنا اللي هو مثلا أنت رايح على مثلا مؤسسة حكومية لنفرض مثلا بدك تستنى بالدور بك تدفع فاتورة كزان لأصار في فواتيركم بس أنيوي الفكرة شو رهوفة عشان أنت ما توقفي مثلا ممكن تعدي ساعة تجيبي الشخص بوقف محلك بحجز لك دور بتدفعي له مصاري والله حلوة هاي هاي صراحة حلوة أنتو بتعرفوا إحنا أكتر إشي أنا ونادي بنكره لما نسافر انسوا الدول العربية لأنه منلاقي ناس تعرفنا مثلا بتروحي على يوروب مثلا وقفي بالطابور طب وين يا عمي أنا مش هيك طب أنا بالأردن بيميزوني منحس أنا مرات كنت شورينا أه أنا عابدي أضل هيك أو أنا بقول والله والواحد يرجع بلده اشب عارفني أنا مرة صارت فيه بمطعم بدبي هلا إحنا مثلا بنروح على مطعم من المطعم هي عليكي طبعا بنروح أنا ورهاب مثلا حجزنا كان على التسعة موصل عشان ستنا دي ست رهاب كذا حبا يبنى هذا إذا حجزين أسلا إذا كنا حجزين إحنا بنقنع إننا حجزين فهم بقتنع مرة بدبي كنت أنا وماما ونوم رايحين حجزين بمطعم مغربي المهم الحجز طبعا على التسعة ونص تعرف يلا نظبط الغره هون والله هون أكيد طبعا ونوف لا تخلص طبعا مفهوم ونوف كمان بدها ثاعتين وصلنا شفتوا إحنا بنعلي على الكل حتى أفراد عائلتنا حتى أفراد عائلتنا وصلنا يا رهف على المحل فأنا واقفة هيك عرفت بطولي قلت له حجز باسمنا ريزيرفاشن أندر ماي نيم What's your name ما ضحك لرغيف السخن قلت له نادية الزعبي قلت له لا حبيبتي أنت الحجز كانت تسعة ونص ساعة ونص تقول له and قال لي go تقول له وين زعت زبطنا الغره تقول له how how why فأنا صلت أقول له طب يا أخوي في هناك طاولة كانت فاضية قال no أنت حجزك كانت تسعة ونص كذا فأنا ضربت attitude أعساس أنه هلأ بدي الحقيق تقول له وين التكاسي قال لي تحت تكوسي جاءت قلت له متذكرتين what if بحط لك على انستغرام ستوري قال لي go متذكر بأم شريف بيروت مرة كنا أنا وناديا ببيروت بأم شريف ورايحين نحضر مع زمين نحضر The Voice مع شركة Orange كنا رايحين وكنا رايحين نحضر آخر حلقة من The Voice فإحنا حاسين حالنا أنه أحلام و هيك إحنا داخلين إنه كاذب آه يعني فوالله أم شريف مطعم لبناني فوق بعض الناس يعني فإحنا دخلنا أنه بدنا طاولة فقلنا الزلمة لا يعني هذا الحكي بده حجز من قبل الأربعة تية مفيكن مفيكن قلت له شو يا عمي من هون لهون يهديك يرضيك قعدنا نتحسر على أيام فخر الدين برضو يا حبيبي أبو زيد بعدين لقينا ويتر عرفنا نذكرين لا أول إشي طردونا خلينا نكون واقعين رهوفتي قلنا له قلت له شو قال لي ما فيك إنت قعد المعبة المحل وكذا قلت له إيش هلا بروح المحل قبالك طفل أردن لي ما بده يجاك طبعا المحل قبالهم قلت له قديش لازم نستنى قعدنا يمكن شيء أربعين دقيقة ووقفين نجمات الوطن العرب وانا أقول له يا ياخوي ما فيك بعدين íجا قزون طبع القارجين بعدين اجا طبع القارجين قال لي مش انتوا تابعون التيك توك قلنا له والله يا سيطين صديق ولو قعدنا وانبسطنا كتير تحيش للشعب اللبناني صلحك تهزأنا أولها بس أنه ما حرزي اشتركوا في القناة